التزم رئيس مجلس النواب نبيه بر بالتوقيت الرئاسي الذي وضعه قبل فترة فأتت دعوة الرابع عشر من حزيران إلى جلسة رئاسية مباشرة بعد يوم واحد من إعلان المعارضة ترشيح وزير المال السابق جهاد أزعور لما أعلن 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 أسباك بـ 14 14 من 43 صوتا مؤكدا لسليمان فرنجية ينطلق السباق الرئاسي مقابل 32 صوتا لأزعور يضاف إليهم عدد من نواب التيار الوطني الحر ومستقلون وتغييريون الذين لم يحسموا خيارهم بعد وعلى ضوء المشهد الضبابي عودت الثنائي الشعي إلى حماية فرنجي بورقة بيضاء أمر وارد كما أكد عضو كتلة تنمية وتحرير النائب قاسم هاشم فالدورة الأولى من الجلسة الثانية عشر ستكون لكشف النوايا الرئاسية الجديدة فريقنا طبعا سيتخذ الموقف الذي يراه أنه منسجم مع رؤيته وما تقدم حتى الآن وما أعلنه مجموعة من الكتل بتقاطعها حول اسم جهاد أسعور إلا أنها ما زالت تنتظر إمكانية أن نصل إلى توافق التفاهم لأنه الأفضل وهذا يعني أنه لونذ البداية لو ذهبنا إلى الحوار لو وفرنا الكثير راح تروح بخيار الورقة البيضة لحتى ما تحرقوا اسم سليمان فرانجي هل هذا الاحتمال وارد؟ بكل الأحوال باللعبة الديمقراطية البرلمانية يحق لنا أن نتخذ أي موقف وينسجم مع مقاربتنا وارد هذا الاحتمال؟ طبعا وارد أكيد نحن ندرس الأمر في آخر لحظة يتخذ الموقف الذي يخدم توجهنا بكل الأحوال أما كتلة الاعتدال فاختارت البقاء على الحياد الرئاسي في الدورة الأولى وفي حال بقي النصاب مؤمنا في الدورة التالية فإنها ستتحمل مسؤوليتها كما أكد النائب أحمد الخير كل الجلسات اللي احنا حضارها احنا ما منشارك بالتعطيل لا بتعطيل الجلسة ولا بتعطيل النصاب فكلمة لهيك وموقفنا كمان واضح بأنه احنا ما بدنا نروح على استفافات بالداخل اللبناني لحديث الآن منا شايفين أنه في أفق لإيصال رئيس إلى سدة الرئاسة لحديث الآن مبين أنه كل اللي عم يصير هو إطالة أمد الشغور بسدة الرئاسة وبالنسبة لإلنا بحال صار في جلسة تانية دورة تانية أكيد نحن ككتلة بدنا نتحمل مسؤوليتنا الدستورية في حال شفنا أنه في إمكانية لوصول مرشح أكيد لحنا نلعب دورنا الدستورية وأكيد لحنا ننتخيب على هذا الأساس نواب قوى التغيير الاثنى عشر ثلاثة منهم حسموا موقفهم مع أزعور فيما النائبتان حريمة قعقور وسينتيا زرزير غيروا معنيتين بالمرشحين وبقية سبعة نواب في مرحلة المشاورات بحسب ما أوضح النائب في رأس حمدان بنقاش اليوم حول الجلسة سبع فيه عشرة أيام تقريبا وفي وقت كبير لنكون نعمل جولة اتصالات مع المرشح بحد ذاته لديكم خيار ثالث اليوم النائب عبد الرحمن البزري تحدث عن خيار ثالث هل لديكم خيار ثالث؟ بعد كل الأمور مطروحة لغاية هذه اللحظة نحن مستمرين بنقاشات مفتوحة بين بعض وهذا الشيء يمكن تفرز خيار آخر ويمكن ما تفرز خيار آخر هذا الشيء نحن رهن اللحظة السياسية ورهن السياق السياسي لهدفه الأساسي هو الخروج من دوامة الشغور الرئاسي وانتخاب رئيس جديد الجمهورية تسعة أيام تفصل الكتل النيابية عن الدخول إلى قاعة الهيئة العامة وفتح صندوق الاختراع على خيارين جدين والمشاورات والمداولات على نار حامية لحسم المعركة الرئاسية في جلسة الرابع عشر من حزيران وبعدها لكل حادث حديث حول إمكانية الذهاب إلى خيار ثالث ريمة حمدان قناة الجديد اشتركوا في القناة